هنا الموصل وتحديدا شطرها الأيمن إذ لا تزال رفاة أهلها شاهدا حيا على واحدة من أكبر المجازر ضد هذه المدينة التي رحض حيتها نحو أربعين ألف قتيل منذ بدء العمليات العسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة قبل سنوات وحتى إعلان النصر العسكري الحكومي على التنظيم وما بين أنقاض وأشلاء يعجز سكان المدينة القديمة الأحياء عن العودة إلى منازلهم بسبب خطورة الوضع الراهن صحيا من جراء بقاء هذه الملوثات على الأرض دون إزالة كاملة كجزء من مزاعم إعادة الإعمار في الموصل المنطقة القديمة بيها جثث لحد الآن وما زالت أكو جثث يعني جوه من منطقة الميدانة على الماء يعني الريحة وحتى أطفال تجي يعني شوف راحة كريهة وأمراض وما زالت أكو جثث لحد الآن ما زالت جوه لنقاض تحت لنقاض من منطقة الميدانة على الماء لا يستطيع الأطفال الذهاب إلى مدارسهم وتخشى العائلات السكن في منازلها المهدمة أصلا بسبب هذه الملوثات الخطيرة والحديث هنا عن بعض الأسر التي لم تجد بديلا سوى العودة إلى الأطلال حيث رفات الضحايا المختلطة بمخلفات الحرب وفي مقابل استمرار هذه الكارثة الإنسانية يستمر الإهمال الحكومي المتعمد بحق أهالي الموصل دون معرفة الأسباب حتى اللجان المكلفة بنقل الجثث خارج المدينة أوقف عملها بأوامر حكومية هاي كم سنة ما سووا نحل جذري يجون ويشوفون وصلا سوفا وسوفا وكل شي ماكوه اتعبنا احنا اتعبنا اتعبنا اش قد ما نسولف ونحتي ناس حد الآن تريد ترجع ناس تريد تعيش ترجع الحياة بس دولة ما يعني ما عاد تسوي أي شغل ولا تزال الجثث المنتشرة في أحياء الموصل القديمة تعيق عودة معظم النازحين إلى منازلهم حتى بات البقاء في مخيمات النجوح المهملة أهون على السكان من خطر الإصابة بالأمراض المعدية في مناطقهم اشتركوا في القناة